تتميز الحال الجوية العامة خلال اليوم ويوم قادم بحول الله بأمطار مستمرة بشكل خصوصا بشكل قوي في السواحل الأطلسية الممتدة من طنجة إلى غاية أقادير زخات رعدية قوية كذلك مع نشراء انداري من المستوى الأحمر تهم خنوب صوصا مناطق طنجة البوغاز مناطق اللوكوس بالإضافة إلى كذلك مناطق شاون غرب الريف وكذلك غرب الريف الواجهة المتوسطية بالإضافة إلى بعض مناطق تارودانت وكذلك الحوز وكذلك تساقطت مطارية قوية كذلك تهم السهول الأطلسية الشمالية الممتدة من العرائش إلى غاية أقادير قد تصل على المعدل بين 50 حتى 70 مم إلى 24 ساعة وذلك هذا الاضطراب الجوي الذي يهمناه ونتيجة الاقتراب منخفض جوي بالمغرب وبالتالي جعل أن مجموعة من الأمطار جموعة من السحب المنطيرة تهمنا بشكل مستمر بحيث كانت تساقطت المطارية خلال 24 ساعة الأخيرة وصلت إلى 80 حتى 100 مم خلال في المناطق أقصى شمال البلاد مناطق الشاون كذلك مناطق تيطوان ووصلت كذلك احتفى مناطق السواحي الأطلسية بالضال البيضاء والرباط بين 40 إلى غاية 70 مم ويرتقى بحول الله أن تستمر هذه الوضعية خلال اليوم ويوم الجمعة بحول الله بالنسبة اليوم السبس بحول الله ما زالت الأمطار ستهم بعض المناطق